استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة المماثل الشخصي لجلالة الملك المعظم ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي في قصر الصافرية هذا اليوم سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله الخليفة ومعالي الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الخليفة حيث رفع إلى جلالته أسمايات الشكر والامتنان على تعازي جلالته ومواساته في وفاة فقيدتهم الشيخة شيخة بنت حمد بن عبد الله بن إبراهيم بن خالد الخليفة رحمها الله ضار عيني إلى المولى تعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد وقد أعرب جلالة الملك المعظم رعاه الله عن شكره وتقديره على هذه المشاعر الطيبة النبيلة سائلا الله جل وعلا يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان